سيري ممكن تقولي لي اسم الأغنية اللي شغالة دلوقتي؟ يا ترى سيري عرفت اسم الأغنية ازاي؟ ومنين؟ عشان نجاو بالسؤال ده لازم نرجع شوية بالزمن اللي وراء او في الحقيقة شويتين تلاتة وبالتحديد لسنة 781 ميلادية السنة اللي تولد فيها أبو عبدالله محمد ابن موسى الخوارزمي واللي تولد في منطقة كان اسمها خوارزم وعشان كده اسمه بينسب ليها المنطقة دي حاليا في دولة أوسبكستان من أهم إنجازات الخوارزمي تعريف أساسيات علم الجبر واحدة من أهم الأساسيات اللي الخوارزمي عرفها للبشرية كلها كانت طريقة واضحة ومنظمة جدا لإزاي الواحد ممكن يعرف الجزور بتاعة المعادلات التربعية أو الكوادراتيك إكويشنز بس الخوارزمي مش بس عرف الطريقة الخوارزمي كتبها بشكل خطوات واضحة جدا لو مشيت عليها هتوصل دايما للجزور بتاعة المعادلة اللي من نوع ده ودي تعتبر واحدة من أوائل الخوارزميات اللي عرفها ببشر عموما وعشان كده علم الخوارزميات بينسب اسما للخوارزمي أو اللي بنقول عليه بالإنجليزي الجورازمي وعشان كده بنقول عليها الجورازم تعالى مثلا نبص على المعادلة اللي قدامنا دي الخوارزمي قال في أول خطوة إنك تاخد الرقم اللي قدام الأكس وتقسمه على اتنين بعد كده هتدربه في نفسه يعني هتعمله تربيع أو سكويرنج بعد كده الرقم اللي خرج لنا من عملية السكويرنج دي هنجمعه على طرفين المعادلة وبعد كده ممكن نعيد كتابة المعادلة بالشكل ده وكده نقدر نخرج الجزور اللي احنا عاوزينها بمجرد عمليات الجامعة والطرح ما بين الطرفين لو ركزت هنا هتلاقي إن احنا مشينا على خمس خطوات الخمس خطوات دول ممكن تعيدهم لأي نوع من أنواع المعادلات التربيعية أو الكوادراتيك إيكويشنز عشان توصل للجزور أو الروتس بتاعتها ودي اسمها ألجورازم لأن احنا عندنا خطوات سيستيماتيك نمشي عليها عشان نوصل للإجابة دلوقتي احنا عرفنا يعني إيه ألجورازم ولكن احنا سألنا سؤال في الأول السؤال إزاي سيري بتقدر تدور على الأغاني بالسرعة دي وتدينا إجابة في الأغلب بتكون صحيحة بمجرد نهاية اسمع أغنية شغالة حوالينا السؤال ده على فكرة سؤال صعب جدا في علوم الكمبيوتر ومش سهل أبدا الإجابة عليه والنهاردة اللي احنا بنعمله هو شرح تبسيتي جدا هدفه في الأساس تعليمي عشان نفهم أساسيات خوارزميات البحث في البيانات اللي متسجلة عندنا على الكمبيوتر أوعدك إنك لو كملت معايا الفيديو الآخر بإذن الله هتكون فهم مبسط عن إزاي سيري بتقدر تعرف إجابة السؤال لما بنسألها إيه الأغنية أو المزيكة اللي شغالة حوالينا تخيل معايا إنك دخلت لوكر روم قوضة مليانة خزين مترقامة من واحد لعشر وإنت داخل الدوك المفتاح بتاع الخزنة رقم خمسة لو القوضة دي كل الخزن اللي فيها مترقامة والأرقام بينها فبسهولة جدا هتشوف الخزنة رقم خمسة وهتروح عليها فقال لوقت ممكن مش هتحتاج وقت طويل عشان تدور عليه لو افترضنا إن بدل الخزن والقوضة بتاعتنا فإحنا عندنا شوية بيانات في ذاكرة الكمبيوتر فالوصول لواحد من البيانات بالطريقة دي هيبقى بيساوي الطريقة المعروفة في الكمبيوتر ساينز باسم الاندكس سيرج أو الهاش سيرج الطريقة دي سريعة جدا وعندها جرازم كومبلكس تي بيج أوف وان أو أنا نسيت أقول لكم على حاجة مهمة جدا حاجة اسمها الالجوريزم كومبلكس تي وممكن تقولوا برضو إني تعمدت مقولش بدري على الموضوع ده عشان يكون عندنا مثال يبان عليه كل اللي المهم تعرفه في موضوع الكمبلكس تي إن إحنا عندنا النوتاشن بتاع البيج أو وبنفتح قوس ونقفله وبنكتب في الوسط رقم كل ما الرقم ده قرب من واحد يبقى الالجوريزم بتاعنا إفشنت أكتر أو أسرع بكتير وبيستهلج ريسورسز أقل من الكمبيوتر والذاكرة عشان نوصل للي احنا عايزينه أما لو الرقم زاد فمعنى كده إن الالجوريزم بتاعنا بطيء وبيستهلج ريسورسز كتير هدفنا دايما إن إحنا نحاول نقلل سرعة الوصول لهدف الالجوريزم سواء الالجوريزم بحث أو ترتيب أو أي objective للالجوريزم اللي ممكن يكون عندنا في الحالة اللي فاتت لما دخلنا القوضة اللي مليانة الخزن كانت كل الخزن مترقمة ومترتبة ومكتوب عليها بوضوح رقمه بس اتخيل بقى معايا لو لأي سبب ما حد لخبط الأرقام بتاعت الخزن دي وكمان خفاها حط مثلا فوقها برقة وبالتالي عشان توصل لرقم خمسة بقيت محتاج تبزي المجهود أكتر شوية تقريبا الطريقة اللي هتخطر على بال أي حد في الموقف ده إنه يمشي على الخزن بالترتيب يا من الشمال لليمين يا من اليمين للشمال يشيل للورقة ويبص على الرقم وأول ما يلاقي الرقم اللي هو عاوزه اللي هو في الحالة دي خمسة يبقى وصل لو رجعنا تاني العالم الكمبيوتر ساينس فالطريقة دي اسمها اللينير سيرش أكيد بين قدامنا إن الطريقة دي هيبع عندها الجوريزم كومبليكستي أعلى من اللي فاتت لأن هي هتزيد بوقت أعلى بكتير جدا والوقت ده هيبقى معتمد على عدد الورقات اللي انت اضطريت تقلبها عشان تبص تحتها على رقم الخزن عشان كده الطريقة دي عندهك كومبليكستي أو الجوريزم كومبليكستي بيج أو أوف أن والأن هنا هو عدد الانتريس في الميموري اللي انت بتدور فيها مهم هنا ناخد بالنا إن عادة تقييم الكومبليكستي بتاع أي ألجوريزم بيتقيم على أساس الورست كيس سيناريو يعني في الحالة دي لو الرقم اللي بندور عليه هو آخر رقم في البيانات هنوصل له بعد عدد محاولات أن فحتى لو هو جي أول واحد وبقت الكومبليكستي الحقيقية أو أوف ون فإحنا بنقيم الألجوريزم عموما بالورست كيس سيناريو في الحالة دي هيبقى بيج أو أوف أن تعالى بقى نعقد الموضوع حبتين ونتخيل إن الأرقام بتاعتنا دي أرقام عشوائية وكمان مش مترتبة أنا عارف إنك ممكن تكون زهقت أنا عارف إنك حاوس تعرف إجابة السؤال بس معلش اتقل معايا سيكا كمان هنوصل إن شاء الله هنوصل والله هو الموضوع ده كده صعب حبتين بس يستاهل قات القرن اللي فات فيه اتنين علماء إنجليز هما كونوي بيرنرز لي ودايفيد ويلر وضعوا قواعد لخوارزمية بحث اسمها البايناري سيرش تري الماسود دي عموما اشتغل عليها ناس كتير ولكن اللي اتنين دول يعتبروا الأباء بتوعها أو أهم ناس ساهمت فيها القاعدة اللي هم حطوها للبايناري سيرش تري إن احنا نمشي على الأرقام بتاعتنا مرة واحدة من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال ونبتدي نرتبه الترتيب ده ما بيحصلش بعشوائية ولو قاعدة بتحكمه القاعدة دي إن كل رقم بيبقى الرقم اللي تحتيه على اليمين أكبر منه طبعا عملية الترتيب دي بتاخد وقت بس الوقت ده إحنا بنستهلكه في الترتيب عشان بعد كده نوفر وقت في عملية البحث فبعد ما رتبنا الشجرة وبقى عندنا مجموعة الأرقام بالمنظر ده لو جينا ندور على الرقم اتنين كل اللي هنسأله نفسنا يطرى رقم اتنين أكبر ولا أصغر من سبعين اللي هو أول رقم في الشجرة طبعا عشان هو أصغر هنتحرك ناحية الشمال بعد كده هننزل نلاقي أربعة فهنسأل نفسنا نفس السؤال تاني يطرى رقم اتنين أكبر ولا أصغر من أربعة فهنلاقي إن الإجابة إن هو أصغر فهنتحرك ناحية الشمال كده نقدر نلاقي رقم اتنين في خطوتين بس نفس الطريقة دي ممكن نكررها مثلا عشان ندور على رقم تسعين في الحالة دي هنمسك أول نود في الشجرة ونسأل نفسنا نفس السؤال هل تسعين أكبر من سبعين ولا أصغر منه إلا هنلاقي إن تسعين أكبر من سبعين عشان كده هنتحرك ناحية اليمين وأول ما هننزل مستوى واحد هنلاقي الرقم اللي إحنا بندور عليه طب في حالة إن إحنا قررنا ندور على رقم في آخر مستوى في الشجرة دي زي 98 هنا في الحالة دي إحنا هنتطر ننزل ثلاث مستوات ودي أسوأ حالة في الألجوريزم ده واللي هي بتساوي log لباس 2 of n وبكده نبقى وفرنا وقت في عملية البحث بالمقارنة للطريقة الانتويتف جدا بتاعتها على حساب إن إحنا اضطرينا نرتب الأرقام بتاعتنا في الشجرة دي قبل ما نبتدي عملية البحث بتاعت وهنا عندنا مثال باستخدام البايثون إزاي نرتب شوية أرقام كبايناري سيرش تري فعشان نعمل كده بنعمل كلاس اسمها نود اللي النود دي هي يعني النقطة في الشجرة وعندنا فانكشن اسمها انسيرت اللي هي بتدخل الأرقام طبقا للقاعدة بتاعت البايناري سيرش تري إن كل الأرقام اللي تحت رقم على اليمين لازم تبقى أكبر منه وبعد كده السيرش فانكشن والسيرش فانكشن دي اللي بتدور بطريقة البايناري سيرش وبعد كده بندور على رقم في البايناري سيرش تري عشان نوصل للنتيجة اللي احنا بندور عليه ده مسهال ده وغير وهحط اللينك بتاعه في التعليقات لو في فايدة ليكم ممكن تشوفوه وبكده لو قارننا التلات طرق اللي تكلمنا عليهم هنلاقي إن أسرع طريقة هي الهاشنج أو الاندكس سيرش وأبطأ طريقة هتبقى اللينير سيرش والطريقة الحل الوسط إن احنا نعمل بايناري سيرش تري بس هنحتاج نرتب الأرقام بتاعتنا في الأول وهنا بقى نرجع للسؤال اللي سألناه في أول الفيديو إزاي سيري بتقدر تعرف الأغنية اللي شغالها دلوقتي لما بنطلب منها إن هي تسمع لها وتقول لنا اسمها عشان نجاوب بالسؤال ده لازم الأول نبص على إشارة الصوت اللي سيري بتسمعها إشارة الصوت اللي خارجة من السماع عندي هي عبارة عن موجات ماشية في الهواء إحنا مش شايفينها لكن المايكروفون بتاع موبايلك بيحس بيها وبيبتدي يترجمها لإشارة ليها قيمة وصاد الوقت اللي هو سماعها فيه لو افترضنا إن هي شكلها كده في الـ Time Domain أو قدام الوقت فإحنا ممكن نحولها كتردد بإن إحنا نرسمها في الجراف اللي تحت ده وإن إحنا ناخد Snap Shots في الوقت عند T1 و T2 ونرسم الفريكونسي قدامها يمكن الموضوع معقد وتقني شوية وأنا معاك لو إنت شخص ما درستش علم إشارات أو علوم كمبيوتر غالباً الموضوع ده مش هيكون واضح ليك فعشان كده ممكن نتعديه ونقول إن إحنا بشكل ما بنمثل الإشارة بتاعتنا في شكل حاجة اسمها Spectrogram الإشارة بتاعتنا دي هي الموسيقى أو الأغنية اللي شهر جالباً ففي الحالة دي لو عندنا أغنية كاملة سجلناها هيطلع لنا حاجة زي المنظر اللي قدامنا ده ده منظر Spectrogram متخيولي بس اللي إحنا مهتمين بيه إن في الـ Spectrogram ده هيكون فيه نقاط ليها قيمة كبيرة جداً النقاط دي لما نعلم عليها بنكون بصمة صوت للأغنية اللي شغالة اللي بيحصل إن بتيجي خدمة زي خدمة شزم بتحاول تجيب كل الأغاني اللي تقدر توصل لها وبعد كده تطلع Fingerprint أو Audio Fingerprint أو بصمة صوتية من كل أغنية البصمة الصوتية دي بتتحول لحاجة اسمها هاش والهاش ده ممكن نقول عليها مجازاً إنه هو حاجة زي الـ Index اللي شرحناه من شوية وبالتالي إنت لو حاولت تدار في الـ Database دي مرة تانية بالهاش هتوصل بسرعة جداً لإسم الأغنية اللي إنت كنت بتدار عليها فأنت لما بتقول لسيري أو أي خدمة من اللي بتتعرف على الأغاني يا طرق الأغنية اللي شغالة دي دلوقتي اللي بتعمله الخدمة دي إنها بتسمع للأغنية وبعد كده بتطلع البصمة الصوتية بتاعتها بعد كده بتروح للـ Database السحابية دي أو Database اللي في الكلاود وتبتدي تطلب منها اسم الأغنية اللي بيوافق بصمة الصوت اللي بندور عليها العملية دي تقريباً ما بتاخدش وقت كبير جداً كل الوقت اللي بتاخده هو O of One أو رقم زهيد جداً يعني بالنسبة لإن إحنا نمشي إياه في Database كلها بتاعت كل الأغاني اللي في الدنيا مش لازم يكون O of One بالضبط بس ممكن نقول في المتوسط O of One طبعاً مهم التنويه على إن الشرح هنا شرح تبسيتي جداً وممكن نقول عليه Toy Description فما ينفعش يستخدم في أي إطار أكاديمي أو في محاولة لإعادة إنتاج الألغورازم ده ده شرح عام جداً وياريت لو عاوز تفهم أكتر تدور على papers أكاديمية في المجال ده عشان تتعلمها بالشكل المناسب وبكده نكون جاوبنا السؤال اللي سألناه في أول الحلقة اللي هو إزاي سيلي بتقدر تعرف الأغنية اللي شغالة لما بنطلب منها تحددها لنا قريت لو عجبك الفيديو ده تعمل سبسكرايب للقناة وتعمله لايك وتشارك الفيديو مع صحابك لإن ده بيخلينا نقدر نعمل فيديوهات زي دي وبجودة أعلى كمان عشان كده مهم جداً السبسكرايب واللايك والشير ترجمة نانسي قنقر